السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي قراءة لبرج الجوزاء الشمس والقمر والطالع هي قراءة عامة للنساء والرجال والمنفصلين والمتزوجين والعزب أنا عندما أرى أشياء مهمة وتناديني الرسالة كانت للمتزوجين أو للعزب فأنا كنقولها وإذا لم أرى أي شيء فلا أقول أي شيء لذلك هي دائما قراءات هي قراءات عامة أنا أتحدث عن البرج يعني عن طاقته وهي للكل ولا تنسوا أنها قراءة معامة قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لكن دائما دائما هناك رسالة ستستفيد منها لذلك أرجوكم استمعوا للقراءات فأكيد أن هناك إشارة ولو صغيرة ستساعدك في حياتك هذا الشهر ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وهذا سيؤثر عليك إيجابيا عزيزي برج الجوزاء إذن وسأتكلم عن هذا عند نهاية القراءة وغادي ندير وغادي نشوف ما هي قراءة برج الجوزاء وسنأخذ نصيحتين أو رسالة من ملائكة الحب ورسالة السحرية وأعيد هي قراءة للرجال والنساء للمنفصلين المتزوجين للأوزاب للمطلقين للكل يعني عندما أرى أشياء يعني واضحة ومهمة أنا قادي نقولها وخا لنبدأ بسم الله أراك عزيزي برج الجوزاء متفائل نوعا ما نعم متفائل لكن هذا التفائل يدوم مدة قصيرة هذا يعني متفائل وهذا يعني هذا الكرب يعني تدوم مدة قصيرة وخا البعض منكم يعني البعض منكم البنات أو رجال كذلك قطعت شعرك يعني قصيت شعرك وتحس بالنشاط تقصين وتغنين ربما تمارسين المشي أو الجري لكن سرعان ما تعودوا يعني ما تعودوا للحزن والبكاء يعني مرة هاك ومرة هاك وخا نواصل نواصل البعض منكم سيقوم بالاشتراك في مباراة للدخل إلى معهد عالي أو معهد جامعي أو شيء من هذا القبيل هذا ما تقولوا هذا الكارت وخا نواصل البعض منكم يعني أرى حمل يعني هناك يعني هناك أمنية يعني أمنية حمل يعني كنتم تنتظرون الحمل وخا وهذا ما أرى يعني حمل بعد انتظار طويل سيحدث حمل يعني كارت الخصوبة نعم و لمن ليس لديه حبيب لمن ليس لديه حبيب سيتعرف على إنسان على شخص طقته ترابية أو مائية يعني عذراء جدي أو ثور أو سرطان حود أو أقرب وخا هذا إنسان جاد أنا أتكلم عن من ليس لديه حبيب وليس مرتبط وخا هذا إنسان جاد وستتعرف عليه في يوم جميل سماء زرقاء عيونه يعني لون العيون عسلية وكإشارة سماوية سترى طائر يحلق في السماء أخا أرى كذلك إخوة يتنزعون على الميراث مؤسف جدا إخوة يتنزعون يعني شجار قوي على الإرث والميراث بالأسف الشديد القمامة الدنيوية أصبحت أهم من رباط الأخوة في هذا العالم المادي والسطحي والإزدهلاكي الله يستر يا ربي الحبيب الله يستر عزيزي برج الجوزاء هذا الشهر أنت تحت تأثير كذلك برج عفوا كوكب الزهرة وخا وهذا يعني النجاح المادي والرزق أخا بالنسبة للمنفصلين الله بالنسبة للمنفصلين هذا يعني سيتصل بك الحبيب أو الرسالة سيتصل بك الحبيب هو ندمان بزاف الآن يريد الاستقرار الآن أنت طاقتك هي الغضب الحب والغضب والحزن أخا أنت طاقتك الحزن الغضب غضب شديد لكن هذا الإنسان سيتصل بك ونواياه حسن هذه المرة يعني يريد الاستقرار و نعم كارت الانتظار أنت عزيزي طاقتك هي الحزن والغضب وسيتصل بك هذا الحبيب وقريباً هذا ما تقول هو هذا الرسالة ركات الرسالة يعني ستتصل ربما سيتصل بك هاتفياً أو عبر الواتساب والعودة عودة الحبيب يعني سيتصل لكن أنت وسيطلب منك الغفرة لكن أنت يعني الغضب باقتك هي الغضب والحزن حزن وغضب شديد لذلك فكر قبل أن تتكلم فخير الكلام مقلا ودل يعني أرى أنك بغيت تنفاجر يعني بغيت ترتق يعني أنت تريده عندما سيقت الحبيب أنت بغيت تكبع ليه كل شيء كل شيء كل شيء يعني تكشي اللي بداخلك أنا دبما نسيت تحتل الهجاة المغربية المهم بغيت تكبع ليه قلبك بماذا؟ يعني أشياء سلبية بزاف هناك غضب شديد وخا وبغيت يعني تريده تفرع كل ما بداخلي كل الألم أنت تريد أن تجعله يحس بنفس الألم الذي أحسست به أنت خلال الانفصال لذلك قبل أن تتفوه بكلام جارح من الأفضل الصمت فالحب أقوى وأجمل من الغضب نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو يصمت وأنت تحب هذا هذا الإنسان لذلك لا داعي صافي إدعاد يعني هذا قرارك وتريد أن تسامحه لكن لا داعي للكلام الجارح فهو كذلك يعني حتى هو عاش مرحلة حزن لذلك عاد نعم لأنه ندم من دمان بالنسبة لهذا الحبيب الذي يعود بقته نارية أو ترابية من جديد وخا نارية أو ترابية والآن سأتكلم عن ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وكيف سيؤثر عليك في هذا الشهر طبعا سيؤثر عليك إيجابيا لكن ماذا عليك أن تفعل شنغس كدير وصمت لي استمعوا إلي وخا عندما تستيقظ في الصباح ابدأ بكلمات إيجابية هذا ضروري ومهم جدا يعني أول كلمة الحمد لله أول كلمة أولا ابتسم لأنك يعني نطي فقتي نعم لأنك استيقظ لأنك ما زلت حيا فالنوم ربما يعني النوم الموت هو نوم يعني لا نستيقظ منه لذلك أشكر الله لأنك استيقظ لأنك نطي من عاس يعني بقي حي ويعني ولا يجب أن نكون يعني يعني أن نكون يعني عجوز لكي نفكر في هذه الأشياء لا يعني ما خصوش نكونوا يعني حتى نشرفوا عاد نفكروا في الموت وهذا الأشياء لا نعم نحن شابب لكن نحن نعرف أن يعني لا أريد أن أتكلم عن أشياء سلبية لكن لنشكر الله لأننا أحياء يعني مهما كان عمرنا صغار ومكبار لا يهم بشي حتى نشرفوا عاد نفكروا في الله عاد نفكروا أننا يعني ربما سنرحل قريبا لا 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 يبدأ أن نشكر الخالق لأننا ما زلنا على يعني نعيش ما زلنا نعيش في هذه الحياة الجميلة لذلك عندما تستيقظ ابدأ بكلمات الحمد لله لأنني استيقظ لأنني حي مهما كان عمره مهما كان عمره خمسة عشر خمسون سنة تسعون سنة مئة سنة مئة سنة وخ ابدأ بكلمات إيجابية لخلك الحمد لله شكرا يا رب أشكرك وكذلك شكرا لهذا الملك الجميل الذي يزين سمائي الشمس أنا كان حماق على الشمس كان حماق على الشمس لأني أشتاق لي الشمس أنا لا أعيش في المغرب لأنكم تسألونني إيمن هل أين كتأي فين عايشة أنا ما عايشش أنا عايشة خارج المغرب حبيبتي وأنا الشمس يعني كنشتاق للشمس في هذه يعني هنايا في هذا البلاد كنشتاق للشمس وعندما أرى الشمس كنفرح بالزر طبعا في المغرب ليست لدينا هذه المشكلة لذلك أنا أشتاق للشمس والآن أقدر الشمس وأعرف ما هي قيمة الشمس عندما كنشوف الشمس كنفرح يا ربي شحل كنفرح تتعطيني واحد التقم يمكنكم مش تخيلوها كنقولي بحل بنتة صغيرة من الفرحة ديالي أنا غادي نكي عود تاني نحن واصل أتمنى أن تكونوا يعني فهمتوني فأنا أتكلم باللهجة لأن البعض منكم يقول تكلمي اللهجة فقط لكن طبعا ليس فقط يشاهدونني ويستمعون إلي ناس من الجميع من الجزائر ومن المغرب بالنسب من بلدا عربية أخرى من العراق من مصر وأنا أحييكم وأسلم عليكم وخا من مبناء من تونس من ليبيا إلى آخره وخا إذن لا عندما نستيقض لا يجب أن نفكر في الأشياء السلبية لا تفكر في الديون عندي الدين أو في البيطالة ليس لدي عامل ليس لدي حبيب حبيب رحل أو الطلاق أو سلبيات سلبيات لا مهما كانت الوضعية خلي خلي الأشياء خليها معلش معلش لأننا ماذا يعني وش غادي غادي نغير وش حاجة بهذا التفكير السلبي طبعا لا الحياة تستمر مهما كانت الوضعية ونحن نرسم نرسم الحياة نرسم الواقع الذي نريده وإذا كنت غير طنب الله ما عنديش في يد في الدين ما عنديش ليس لدي عامل الثلاجة فارغة بلا بلا وكلام سلبي كلام سلبي تركني الحبيب لا يحبني الحبيب هذه الأشياء السلبية ماذا سيحدث أنت تجلب المزيد والمزيد زدني 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 عشقا نحن نغني زدني سلبيات يا حياة زديني سلبيات يا حياة نعم هذه الحقيقة هذا هو القانون السماوي وأنت ترسم المزيد من السلبيات بسبب أفكارك السلبية وأنت ماذا ترسم ماذا سيكون لديك حياة سوداء ومظلمة لذلك هذه السلبيات برة فالأمطار الأمطار الإيجابية أمطار السعادة والفرح والرزق والحب تسقط من سمائك أنت سمائك العقلية والروحية قم أنت بخلق واقعك عزيزي الذي تتمنى نعم يعني لكن بإحساس قوي يعني بالتفكير وبالإحساس القوي يعني الإيمان بأنها حقيقة وستصير حقيقة نعم وشيء آخر ما تنسوش بأن الأشياء الوضعية يعني لديها تاريخ صلاحية يعني تنتهي كل شيء يتقاضى في هذه الدنيا يعني الأشياء القبيحة يعني لديها مدة صلاحية ستنتهي يوما ما يعني لن تعيش هكذا مدى الحياة إذا كنت في وضعية حزينة أو وضعية صعبة أو طلق أو مهما كانت وضعية صعبة سوداء أليس تنتهي وماذا تعني النهاية بداية وكيف تستكون هذه البداية جميلة بداية للأفضل فهي فقط تجارب أعيد تجارب نتعلم منها لنكبر للنمو الرحاني للنمو الذاتي للأفضل التغيير للأفضل ليس للأسوأ أبدا أبدا فأنا أقرأ تعليقات أكره الحب أكره هكذا إذا كنت تكره الحب فلن يكون لديك حب في حياتك أبدا يعني أنت ترسم ما هو سلبي وستجدب ما هو سلبي يعني سهل سهل ما يخلكم سهل جدا والأشياء كما كنت أقول لن تبقى يعني دائما في نفس في نفس الوضعية تتغير الأشياء للأفضل دائما دائما والحياة تستمر بحل الواد الماء يسيل ويتغير يعني ليس نفس وهكذا يجب أن نكون نحن كذلك بحل الواد يعني الماء مهما كانت هناك عواقب يعني في الواد هناك أحجار لكن الماء تسيل يعني لا تبالي للعواقب وهكذا خصنا نكون نحن كذلك هكذا يعني أن نرى الأشياء لا كيفش كنقول يعني ما نوقفش عند الحواجز لا نحن نواصل نواصل المشي نواصل في الطريق مهما كانت العواقب مهما كانت الصعوبات ليخلكم أخا أنا آسفة على العربية ديالي عربية العربية ديالي مقصرة أنا آسفة فقلت لكم أني لغتي الأم ليست العربية نعم مهم سأتكلم عن هذا في في يعني في إن شاء الله في يوم آخر واخر آآ كانت من لكم الخير لكن قلبي نعم قلبي عربي ومسلم آآ كانت من لكم الخير لا يحفظكم لا يحفظكم لي الله يحميكم وكانت من تحقق كل ومن يدكم لكن لا يخليكم غير كونوا شوية إيجابييني وضحكوا ضحكوا بزاف الضحكة الابتسامة والضحكة هو علاج هو علاج للروح مهم سأتكملنا فأنا اليوم تكلمت يعني بزاف كان شكركم بزاف كان حبكم بزاف من كل قلبي من كل قلبي شكرا على تعليقات ليلكم كان بغي لكم إلى اللقاء أنا آسفة بسم الله أفقه هذه الوضعية تحتاج لأن يعني للايما أنتفق في في كل ما يحدث والإيمان يعني الإيمان بالله حياتك العاطفية في مستوى أعلى قد يكون هناك خطوبة يعني خطوبة واستقرار هذه الكارت وهنا تصالح يعني تقول إنسان من الماضي سيعود إلى حياتك النصيحة السحرية تقول عمل جديد عمل جديد يعني هذي كارت المرحلة إيجابية فيما يخص يعني الجانب المهني والمادي هذا كارت النجاح فيما يخص العمل وخا والآن نعم هذا إذا بغت مدعكم سبحوني أنا أسيطة اشتركوا في القناة